البرازيل تواجه بلجيكا يوم غد وفرنسا في مواجهة الأورجوي ضمن دوري ثمانية فمن سيكمل المشوار ومن سيودع المونديال للمزيد ينضم إلينا الإعلامي والصحف الرياضي اللطف الزعبي خلينا بس أقول لك على شام من الآخر أول شي صباح الخير صباح الفل يعني خلينا نكون حبايب اليوم سببت لمشكلة معها يوم الثلاثة طيب طلاص يالله أخذ موقع يلا سريعا سويسرا والدنماء سويسرا والسوداء طيب مباراة يمكن أقل لفتا للأنظار أقل أهمية فازت سويد فيها واحد سفر أبرز إشي بلفت انتباه أي حدا لما منحكي عن سويد إبراهيم وفيرتو غيابه راح آه راح لكنه لازال بأم كله رايح بالظبط لكن بالنهاية فازوا وتأهلوا السويد في دي المباراة مباراة كولومبيا وإنجلطاركات مختلفة تماما ماشا اشي مختلف فيها قتل و قتل وجره يعني آآ في كان فيها احتكاكات كثيرة في شو اسمه تذكروا اسكوبار بالأربعة سنين لما سجل هدف بمرمى وقتل الآن في العبد اللي ضيع ركل الجزاء كارلوس مهدد بالقتل بكولومبيا وطبعا عصاباته وعارفين الأزواء في كولومبيا مباراة في قمة الإثارة هاريكين سجل هدف مبكر وسجل هدف من ركل الجزاء التعادل أجل بوقت قاتل فبالتالي من هون بدت مباراة كتير ممتعة أكتر شي محزن فيها خميس رودريغيز باير ميونيخ أنه بعد المباراة كان تركيز عالي عليها بعد المباراة كان جالس وبيبكي نفس المشهد إلا لو تذكر في البرازيل 2014 بعد ما خسروا كان منهار وبيبكي فكان مشهد كتير معلم لكن الأداء كان متوقع من كولومبيا قدام إنجلترا الأداء؟ يعني كولومبيا هو وصل لهذه المرحلة شوفي كل الناس اللي وصلوا لدور 16 السنة كأس العالم أنه مفاجآت مفاجآت مزبوط بس كمان اللي تأهله كويسين يعني فرق جيدة فرق قادرة إنها تكون في هذا الدور في دور 16 طيب خلينا نتكلم عن دور 8 مباراة يوم بد بلجيكا فرنسا أرغواي بلجيكا والبرازيل ما رح يمثل؟ أرغواي مع فرنسا أنا بتوقع أنه البرازيل تكون أقرب للفوز في هذا المباراة بلجيكا مش فريق سهل وني ما رح يكون ملك الملعب أرغواي فرنسا أرغواي فرنسا الأقرب للفوز فرنسا بالإمكانات و بالظهور بالمستوى اللي ظهرت عليه من البداية حتى الآن فغالبا أنها تكون هي الأقرب لحسم هذه المباراة طيب مين كمان؟ بس هذا المباراة؟ يوم الجمعة سابت عندك مبارتين روسيا مع كرواتيا مين ما فاز كلهم حلوين و لزيزين الجمهور لذيذ الجمهور لذيذ الجمهور يعني بخليك أنه تستمتع أيضا بالأجواء وبالصور اللي عم توصلنا أول بأول من أي صور؟ الصور اللعيب طيب طيب ممكن نتوقع مين إنجلترا المباراة الثانية مع السويد طبعا إنجلترا والسويد إنجلترا الأقرب غالبا الأقرب بس هم عقداتهم السويد ولكن بالمعضية بس الإنجليز يعني الإنجليز محدودين كسروا عقدتهم بضربات الترجيح مزبوط الآن أمامهم السويد أيضا واحدة من العقدات نعم وهذه كان هلا الهداف ستة هداف هداف كاس العالم أحسن هداف كان تعتقد أنه حارس المرمى هو السبب أحد العناصر دائما حارس المرمى نصف الفريق فأحد عناصر نجاح أي فريق إنه ما يغلط حارس المرمى إنه أي لو أخطأ دفاع هو اللي يعوض وسد ويقدر في مصر كان كل الفريق الحضري الحضري نعم كم مكافأة كاس العالم نتكلم بقى في المدية مكافأة مكافأة كاس العالم أنت بتحكي عن أرقام ممتازة الدور الأول كل فريق بشارك 8 مليون بعدين 12 مليون الدور الثاني 16 مليون هذا الدور بعدين سوري من روح ل أهلا المبالغ كبيرة هاك ماي هاك ماي كل ما ارتفعنا بطل كاس العالم بأخذ 38 اللي بعده أو المركز الثاني 28 وبعدين 24 22 ثالث رابع يعني الأرقام بتعتبر أرقام جيدة لفرق تتأهل أو توصل لكاس العالم جميل ماذا عن الجمهور خلينا نتكلم عن الجمهور الجمهور المرة هاي صار عمل شوية مشاكل في صحفيين بشاركوا في كاس العالم صحفيين وصحفيات صحفيات كتير حلوات فعندك 40 صحفيين من مختلف قنوات في العالم هدول البنات تعرضوا للتحرش تحرش أنه في كاس العالم تعمل استاند مثلا أو تعمل لقاء فبيجي واحد ببوسها فشو الهداء هو الهدف أنه شخص عادي ماشي بالشارع شاف حلو قدام تلفزيون والمشكلة مش بس قناة هذه اللي بتبث يعني كل القنوات بتاخدها كخبر فالأربعين صحفيين كلهم بيشكوا ومن قنوات كبيرة وأسماء معروفة كمراسلات رياضيات موجودين في الملعب فبالتالي يعني أخذ حيز ونعمل فوكس عليه ومو بس المراسلات حتى المراسلين والحمد لله أنت ما رحت يعني المراسلين الشباب شكرا جزيلا للطفي زعبي الرياضي والإعلامي والصحفي شكرا شكرا